أفادت وكالة كيودو للأنباء اليابانية أن الجولة الثالثة من حالة الطوارئ ستستمر 17 يوماً وتتطلب إجراءات الوقاية والسيطرة الجديدة إغلاق دور السينما والحانات مؤقتاً ولا يسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية في مواجهة الجولة الثالثة من حالة الطوارئ قال العديد من اليابانيين إنهم لم يعودوا عصبيين ويمكنهم التعامل معها بهدوء لم أود أهتم بالوباء وخوفي منه أقل بكثير مما كنت عليه عندما كنت في أول حالة طوارئ وبائية العام الماضي أشعر أنه بالمقارنة مع حالتي طوارئ سابقتين لدي شعور بالفعل بأنني معتادة على ذلك فقد تغلقلت هذه تغيرات من سلطة بير الوقاية من أوبيا في الحياة اليومية وأصبحت عادة وأعرب مسؤول فريق الاستجابة لوباء كوفيد-19 للحكومة اليابانية عن أمله بأن تتمكن الجولة الثالثة من حالة الطوارئ من تحسين مؤشرات الوباء في منطقة تفشي المرض وإذا لم تتحسن المؤشرات المتعلقة بالوباء ينبغي مناقشة ما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ ترجمة نانسي قنقر